اشتركوا في القناة اتا سمعت الاميلس ده كم مرة لغاية دلوقتي سمعته مرة هو في السلفة وسمعته مرة هو في البنكرياس وبقولك دلوقتي ممكن يبقى موجود في بعض الحيوانات في الكولم وبالتالي فيه لسه دايجيشن في الكولم لكن في بعض الحيوانات غالبا احنا على مستوى نبقاش فيه قوي دايجيشن في الكولم الحاجة التانية هو لسه فيه ابزوربشن مش انت قلت الابزوربشن خلاص مين لي بالسمول انتستان انت عندك حق لكن ساعات بيحصل لبعض الالكترلايت والووتر من الكولم الحاجة اللي بعد كده سيكريشن وموتيلتي الموتيلتي ايه دكتور فيه تلات حركات بس بدل ما كانوا ستة اللي هم الماس بريستالسيز والبريستالسيز نفسه والسيجمينتيشنال خلاص يعني اخترنا المهم يعني كان فيه انت بريستالسيز مثلا يعني ما جابش سريتا الميجرات روموتر كومبليكس قلنا بنقى بتوقف عند الترمين الايام ما جبناش سريتا الفيلاي قلنا لأ طبعا لاني هنا ما فيش فيلاي فبالتالي برضو ما جابش سريتا طيب السيكريشن قالك اهم حاجة في السيكريشن انها الوول بتاعها بيطلع ميوكس هتقول لي ايه دكتور الوول بتاع الكولوم بيطلع ميوكس اه بيطلع ميوكس لدرجة يا جماعة الناس اللي عندهم انسداد في القولون يعني ادي مثلا واحد عنده انسداد في القولون عندنا في الجراحة كده طفل صغير مثلا عنده انسداد هنا هلاص المفروض مش هيعدي ستول مش هيعدي براص هلاص ممكن تلاقي الام تشتكيلك كده انه بيعد من هنا دكتور افرازات افرازات عاملة زي المخاط كده تقول لها اه دي افرازات فيه ناس حتى بتفتكر الافرازات تي انها براص لا يا مش براص يا جماعة ده مخاط عامل زي الحاجة البيضة اللي هي يعني شفافة شوية وبيضة دي اللي هي ايه يا جماعة الميوكس ودي طبيعية بتطلع من من جدار الكولون ومالاش علاقة بالاكل اللي عين بيأكلوا او ما بيأكلوش هي كده كده الكولون بيطلع الميوكس طيب الميوكس دي فيديتها ايه يا جماعة تلبريكيت الفود يعني الاكل بقى تاخده كده ايه تبدأ تزافلته طيب ليه بقى وتخزنه الوظيفة اللي بعد كده في الكولون احنا خدنا الاربع اللي زي اللي اسمه الباول في بقى ايه زيادة الكولون قالك بيعمل كمان يعني بيوقف الاكل في شوية او يعني انت بعد اما خزنته امتسايب الاكل هنا كده يبقى تخزين الاكل لحين وقت الديفيكيشن التبرز الديفيكيشن ده اللي هو التبرز ان العيان ينزل ستول ستول يعني برز تمام يبقى تخزين لغاية وقت الديفيكيشن النزول يبقى دول اتنين زيادة مش موجودين في اللي اسمه كمان في حاجة اسمها سينستيك ارجع كده لكتاب البلاط زمان كنا قلنا ان فيه باكتيريا فلورا عايشة في الكولون والباكتيريا فلورا بتكون فيتامينز زي فيتامين كاف فيتامين كاف من الحاجات اللي بتتكون هنا يا جماعة ومهمة جدا فيتامين كاف ده كنا اخذينه زمان للكلوتينج فاكتور وي الوقف النزيف والكنب ده الحاجة الرابعة انها كمان بتسيكريت يعني بيحصل اكسيكريشن لبعض المواد هنا الجسم لما يعني مثلا دخل مادة الليد دي اللي هي الرصاص جوة الجسم عندك وجوة الدم والدم بعد كده بيعوز يتخلص منها بيعصل لها اكسيكريشن هنا في الكولون برضو دي من الوظائب بتاعته نيجي بس هنتكلم عن معلومة بسيطة عن ايه الديفيكيشن ايه الديفيكيشن ده يا جماعة اللي هو نزول الستول هو ايفاكويشن يبقى فيه فرق بين ستولج انا بخزن لغاية وقت الايفاكويشن اللي هو ان انا بنزل الستول بينزل منين الستول بيبقى بتخزن جوه الريكتم وينزل اوتسايد الانالكنال اهم معلومة في الديفيكيشن يا جماعة انها خاصة في الانيمال والانفانت في الاطفال الصغير افتكر كده واحنا اطفال صغيرين طفل الصغير كده ابن اخوك ولا ابن اختك تمام بيحصل له ايه يا جماعة بيعدي ستول اه بيعدي ستول طب بيعدي ستول تلقائي ولا هو متحكم فيه لا تلقائي ودي ليه على كده ان اخوة تكمله بسابان برسا اللي ستول ده قصته ايه يا جماعة بصوا كده ادي الريكتم او و ادي الاينا الكنال الاينا الكنال اللي فتحة الشرق و ادي الريكتم مستقيم تمام في عضلات هنا يا جماعة مهمة في عضلة موجودة في جدار الريكتم نفسه في جدار الريكتال وال نفسه خلاص في عضلات في الريكتال وال وفي عضلة تانية موجودة بنقول عليها انترنال سفنكتر بنقول عليها ايه انترنال اينا سفنكتر وفي عضلة تالتة تبقى موجودة هنا بنقول عليها اكسترنال اينا سفنكتر دي كلها عضلات موجودة طب تعالي نشوف الاكل لما بيخش هنا يا جماعة ايه اللي بيحصل اللي ستولي يعني بيكون هنا في الريكتوم ايه اللي بيحصل بنقوم باعتين اشارة للسباينال كورد اني حتة في السباينال كورد بالذات عند S2 و S3 و S4 اول ما الاكل ييجي هنا ربنا بيبقى حططلك هنا ريسبتور ايه ريسبتور مستقبلات حسية تحس الاكل تستشعره وتبعت الكلام ده تعرف السباينال كورد طيب مين النيرف اللي بيبعت ده دكتور مين الاشارة اللي وصلت لنا في السباينال كورد النيرف ده اسمه بيلفك نيرف البيلفك نيرف بياخد الاشارات من الكولون او الريكتوم يبعتها للسباينال كورد عند S2 و S3 يقول لها يخلي بالك ان اللستول اتجمع جوا الريكتوم تمام طيب يقوم السباينال كورد يعني يسكت يقول له لا تمام روح يعمل حاج اعمل ريلاكسيشن في الانترنال سفينكتر وكنتراكشن للمصل اللي في الجدار لما هتكنتراكت المصل اللي في الجدار هتزق اللستول كده ولما الريلاكس اللي سفينكتر ده اللستول هيبدأ يخش هنا كده خلاص يبقى انا بعمل كنتراكشن للول وريلاكسيشن للانترنال سفينكتر يقوم اللستول داخل فين اللي انا الكنال هنا كده حلو طب مين النيرف اللي نقل للاشارة اللي جاية دي اللي هي كنا بنقول عليها افرنت اذا كان ده قلنا عليه افرنت مين الافرنت قالك هو هو برضو الافرنت هو هو البلفك نيرف تعالوا نبص كده بيحس ريسبتول في الجدار بتبعد بالبلفك لس اتنين تلات اربعة يرد تاني بالبلفك يبقى البلفك مرة افرنت ومرة افرنت خلاص هيعمل contraction للول و relaxation للانترنال سفنكتر يقوم اللي ستول نازل مين الانال بس كده دكتور لا لسه يقوم اللي يحصل كمان شوية دكتور اللي ستول المراضي بقى في الانال و تتكرر الدنيا تاني و تالت ازاي بقى المراضي اللي ستول في الانال فيقوم ايه اللي يحصل ربنا اقم هتطلق برضو ريسبتور ريسبتور موجودة في الانال كنال يا جماعة ربنا هتطلق برضو ريسبتور هنا موجودة في الانال كنال ثانية كده يا جماعة هتطلق هنا ريسبتور في الانال كنال تحس برضو اللي ستول اللي نزل تقوم بعتفتنا المين لس اتنين تلاتة اربعة طب مين الافرنت يا بشر اللي رايح ده دكتور البيودندل نيرف اسمه بيودندل نيرف البيودندل ده جماعة تاخدوه في الاناتومي موجود في منطقة البرينيام تحت خالص لان انت عندك في حاجة اسمها بيلفك فلور في حاجة اسمها البيلفس فوق ايه في حاجة اسمها البرينيام تحت ايه منطقة العانة منطقة العانة المين نيرف اللي جواها البيودندل لكن منطقة البيلفس المين نيرف اللي فيها اسمه بلفك يوم البيوتندل ده باعت لي مين الست 2 3 4 يقول لها يخلي بالك اللي ستول جيل اينال تقول له ولا يهمك روح يا اكسترنال اينال سفنكتر وسع الدنيا اكتر عشان تعمل ايه تدخل اللي ستول تطلع اللي ستول برا الينال كنال طب مين يا دكتور اللي بيبعت برضو البيوتندل يبقى البيوتندل رايح جاي اول افرنت وافرنت حالا نشوف كده اول ما اللي ستول ينزل الينال كنال الكنال فيها ريسبتور تبعد بالبيوتندل تروح لس 2 3 4 سيبك من دي ده الوقت الغيطة من جيلة ان شاء الله يعني في الترمي التاني كده فيمالك يقوم بعد بالبيوتندل والبيوتندل هيحفز اكتر ويعمل مور كونتراكشن مع ريلاكسيشن بالذات يعمل بقى هو ده اللي يهمني البيوتندل بيروح يعمل ريلاكسيشن افزا اكسترنال اينال سفنكتر طب يا دكتور جميل هل الكلام ده تلقائي اه تلقائي في الاطفال الكلام ده تلقائي في الاطفال يعني ايه يعني المتحكم الرئيسي في الاطفال هو سباينال كورد عشان كده كنا بنقول عليه سباينال كورد ريفليكس لان السنتر بتاعي هو السباينال كورد في الاطفال طب هل ده يا دكتور يعني في الكبار نفس الكلام قالك لا في الكبار بيبقى under voluntary control في القضلت شوي ازاي؟ هل احنا لما بنيجي نعمل حمام يا جماعة بنعملوا بقى في البامبرس؟ لا احنا الكلام ده في الاطفال اطفال في اي وقت يقوموا عملي حمام لانه في بامبرس كل 4-5 ساعات اول ما الليستولي يجمع يعملوا حمام كل 5-6 ساعات يعملوا حمام في الكبار الوضع مختلف ايه بقى؟ ال spinal cord قبل ما يدي order ويبعت الإفرنت بيروح الاول للكورتكس في الكبار ويستأذن الكورتكس عشان كده بيقول under voluntary control لو الظروف مناسبة الكورتكس يبعت ليقوله تمام ابعت يلا بالبلفك والبيودندل نفس يعني ايه يا دكتور البلفك لما بيجي يبعت ال spinal cord او البيودندل لما بيبعت ال spinal cord في الكبار ال spinal cord ما بيبعتش على طول ينفذ الامر لا بيستأذن الكورتكس والكورتكس هو اللي يبعت بقى للبلفك الافرنت او البيودندل الافرنت يقوم عامل محرك ومنزل اللستول طب هو الكلام ده under voluntary control بس في الادلت ازاي يا دكتور يعني انت ممكن دلوقتي لو انت مزنوق وفي الكورس او في الحصة لو الظروف مش مناسبة الكورتكس هيينهبت ال spinal cord center اللي هو ال defication center لو الظروف مناسبة الكورتكس هيستيموليت ال defication center تمام ويبدأ يعمل defication